اشتركوا في القناة الميليشيات تستمر بابتزاز المواطنين عبر الكريمي الذي اتخذته بنكا جديدا للتصرف فيه كما تشاء لم تحسن الميليشيات الحوثية التصرف بإسناد عملية تبديل العملة التي الآلية عبر مصرف الكريمي فقد صار الأمر أكثر تعقيدا على الناس وصار الكريمي وفريقه يتحكمون في المواطنين ويزيدون من معاناتهم عند أي عملية استبدال الميليشيات أيضا منعت تداول تلك العملة فباتت مشاكل اقتصادية للاقتصاد الوطني وعلى المواطنين كان الإجراء ناقص إلى حد كبير لإمكانات لدى مصرف الكريمي وأيضا لتنفيذ لعملية الاستبدال مكافة النواحي الفنية والمالية والإدارية حتى التعامل أسيئ من قبل الموظفين مع الناس وهذا ربما سيفشل العملية برمتها طبعا الناس وما يعنوا عند عملية الاستبدال من عنجهية الكريمي وموظفية طلب منا نقل هذه المعاناة التي بدأت عليهم علامة الوجه فباتت كتابتهم أكثر سخريا نتابع أراء الناس على هذا الموضوع ونبدأ بصفحة أمين الوايلي رسوم الحوالات من المخا إلى الحديدة أو إب ودمار وصنعة تضعفت 500% عصير فشو قال لدى لصوص المسيرة ما من يمني في الأرض الآن إلا وهو يدفع جبايات إجبارية للحوثيين كل من يحول أهل مصارف كل يمني يفعل ذلك إلا وتفرض عليه رسوم مضاعفة مقابل حصة اللصوص عن كل حوالة بسامن حرزي أيضا كتب على نفس الموضوع وقال مصرف الكريمي واصل الابتزاز والاحتيال على المواطنين بينما أنا أستلم حوالة من مصرف الكريمي اللي في التحرير قدرها 5000 ريال يمني فقط لا غير كان قبلي رجل بيستلم حوالة قدرها 100000 ريال الحوالة وصلت لهم من تعز ويتفاجأ هذا الرجل المصرف الكريمي يخصم عليه من المئة ألف مبلغ 3800 كلما الرجال للمت تخصموا هذا المبلغ والرجل الذي حول للمبلغ قد دفع رسوم التحويل 3000 ريال في تعز قالوا هذا النظام الجديد عندنا في حال كانت الحوالة من مدينة ما فيش فيها سيولي إلى صنعه يتم الخصم على مستقبل الحوالة مبلغ عموله هيا قررتكم الله قد سمعتوا في العالم المرسل يدفع رسوم تحويل والمستقبل يزيد يدفع رسوم تحويل هيا ما هو هذا النصبي يا كريمي إلى تغريدة عبد الكريم المادي واللي قال فيها ميليشية الحوثي تمنع تداول العملة المحلية الجديدة في مناطق سيطرتها مما أدى إلى حرمان 31.432 ألف مواطن في محافظة الحديدة من استلام مرتباتهم من الحكومة وتقدر بـ 2 مليار و700 مليون ريال يمني بعد أن هبت مرتبات جميع الموظفي الجمهورية منذ سنوات فأين دور الحكومة تغريدة لشيخ عبدالله العكيمي واللي قال فيها بدلا من أن يمنع الحوثيين التعامل بالعملة الجديدة في المحافظات التي سيطر عليها كان الأولى به اعتبارها عملة دولة أجنبية ويتعامل معها بفارق الصر لكن الهدف من منع التداول بالعملة هو التضييق على المواطنين وسحب مدخرات اليمنيين وتدمير عملة واقتصاد البلاد الحوثي يدمر عملتنا إلى تغريدة عبدالله الإرياني واللي قال فيها أحدث عمليات النصب لميليشيات الحوثي عبر شركة الكريمي إذا بدك ترسل بحوالة يخصم منك حق خدمة الإرسال بحسب المبلغ هذا طبيعي ومعروف بس اللي مش طبيعي يخصم من المبلغ عند الاستلام مبلغ مضاعف تحت مسمى عكس حوالة تقول ليش؟ يقولك لأن الحوالة من المناطق المحررة برأيكم هل هذا سبب مقنع؟ أيضاً أحمد سيف حاشد تكلم على نفس الموضوع وقال تكاثر الجباه وأرهق الشعب حتى الموت عرفات العمر أيضاً كتب على نفس الموضوع وقال الحوثيين أطلقوا رؤية المشاط للنهب لتقضي على كل شيء بعد نهب الأموال بستار الريال الإلكتروني شنت عصابة الحوثي حملة شعواء على مزارع البطاط في دمار لاتزاز المزارعين بالمحصول مطالبة بمقدار حمولة دينة على بطاط من كل مزارع بدعوة نحن ندافع عنكم وعد سيف أيضاً كتب على نفس الموضوع وقال شركة الصرافة جميعاً ترفع سعارها مقابل خدمة التحويلات بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثي بشكل جنوني جميعهم تكالبوا على الإنسان البسيط والله المستعان لطيفة المريسة أيضاً كتبت على نفس الموضوع وقالت زمان الناس رفضوا عملة أهل الكهف والآن أهل الكهف رفضوا عملتنا واحد بواحدة ما بشحد أحسن من أحد محمد الحضرمي أيضاً كتب على نفس الموضوع وقال اليوم وبعد دهر من هيمنة العملة الورقية وتحكمها باقتصادات دول العالم نقدم لكم الريال الإلكتروني السهل الممتنع الذي لا يبلي ولا يتشطط والعملة البطنية التي لا تحتاج لاحتياطي نقدي أجنبي أو ذهب لأنه وبكل بساطة وحدات جيزها جيز الرصيد من يمن موبايل فلماذا القلق؟ هل القلق لأن يمن موبايل تسرق الرصيد؟ لا عليك العملة الجديدة تدمر اقتصاد البلد ولهذا سلمها للبنك المركزي وسبدلها بالريال الإلكتروني سيقول أحد طلاب كلية الاقتصاد دائما وخلفنا بابها وفي عالم المال لا يختلف الإلكتروني عن الورقي هذا بالذات احسبوه لأنه يتخلف عن محاضرات مادة الصراع العربي الإسرائيلي يبقى هناك في زاوية بعيدة بعقولنا سؤال خجول ماذا سيفعل البنك المركزي بالعملة بعد تسليمها؟ مش عليك هذا الخبر أنت اعرف وحداته بس على كل حال الأخبار التي يتنقلها ضعف النفوس عن رفض مأرب قبول عملة صنعاء القديمة ورغبة صنعاء سحب العملة الجديدة لشراء المشتقات من ماربية أخبار كذبة لأن وقود المؤمنين التوكل على الله وهذا طريق اخترناه ولن نتراجع عنه أمل وحيش كتبت على نفس الموضوع وقالت احنا ايش اللي مصبرنا على ناس يسرقونا بقلة حياة والكريمي آخرهم ما درينا من يقهرنا كل يوم وطلع لنا قرار وخبر يعكر المزاج وين الضمير وين الدين وين العرف وين القبيلة يا قبيلة وين الثلاثة الدول لداخل دولة واحدة ما قد طابت شنفسكم وأنتم تتفرجوا جعلنا نتفرج عليكم وأنتم تتسحبوا على السهول والجبال والديانة الحال نقاطع عم الكريمي ونحول من عند غيره ونغير عمل مثله ما بش إلا نرجع نرسل ساعة زمان مع المسافرين ومنصور سعيد وصل أيضا منصور الجراد يعلق على نفس الموضوع وقال لا توجد أي رقابة سابقة ولا لاحقة على الأسعار لهذا كل واحد يمدد ولا يبالي والمواطن يدفع مجبرا مكرها مرغما مقهورا مسحوقا قاتل الله الظالمين المحتكرين المتحكمين بأقوات الناس علي حميد الأهدل أيضا كتب على نفس الموضوع وقال مصرف الكريمي إلى قبل قليل الساعة الواحدة ظهرا 29 ديسمبر يرفض تماما إدخال شيك مرتبات موظفي الحديدة لشهر ديسمبر في حسابه بسبب قرار ميليشي الحوثي منع تداول العملة الجديدة مما قد يتسبب بحرمان موظفي المحافظة لراتب ديسمبر اللعنة على ميليشيات الموت لا تصرف راتب وتنهب إرادات المحافظة ولا توردها إلى البنك المركزي ولا تكتفي بذلك بل تقوم بعرقلة وإعاقة صرف الراتب من قبل الشرعية خالد الأنسي كتب بشكل مضحك وقال اليوم دخلت وفرع الكريم يسلم عن المدير خصموا علي 500 ريال رسوم سلام بالرغم أنه ما بشميع حساب من أصله منشور بالفيسبوك لعبد الرحمن الشامي قال فيه مصاريف التحويل يبدو لي أن ما يتردد من مضاعفة بعض شركات الصرافة لمصاريف التحويل أن هذه ليست مصاريف تحويل بقدر ما هي سعر الطبقة الجديدة من العملة اليمنية مقبل طبع القديمة طبعا هذا إن صح فهو تواطئ وابتزاز المواطن اليمني البسيط الحلقة الأضعف والمتضرر الأول في هذا الصراع مقابل استفادة تجار الحرب وعصابة صناعة الأزمات عبد الكريم الجحفي يحكي ويسرت قصة شخص عند الكريمي وما حدثا لها خلنا نشوف إيش كتب على صبحته قال واحد صرت للكريمي أشتي أحول بمليون ريال إلى صنعاء قالوا رسوم الحوالة خمسين ألف قال شغلت السيارة وشليت المرى والجهال وطلعنا صنعاء وسلمنا الفلوس للرجال وشلنا الجهال حديقة السبعين لعبوا لما تعبوا وسرنا المطعم أكلنا من كل مالذة وطاب وشليت عودي قاتر حبي وارجعنا ذمار وباقي بالجيب عشر ألف من الخمسين قال أنا مرتاح والمرى والجهال في قمة الراحة شكرا للكريمي زكريا محمد يكتب أيضا وقال بنك الكريمي اللي كنا متأملين فيه اليوم عمولة الحوالة الواحد أصبحت خيالية وكأنه يأخذ الخمس منها أو أكثر من الخمس للأسف الشديد طارق عزيز يكتبه بكل ضرافة ويقول لقد تم خصم 500 ريال من حسابك لأنك جزعت من قدام الكريمي وشكرا مع تحيات الكريمي إكس بريس علي غالب شرعبي أيضا كتب وقال بعد يوم سيتم التعامل بالدينار الإسلامي عملة موحدة لجميع الأقطار العربية والإسلامية خلافة يا حيد أبوك شعلان الأبرط أيضا كتب على نفس الموضوع وقال قل لك بعض الصرافين قد بياخذوا على المليون ستين ألف ذا الحين كيف هي حق حوالة ولا حق دلالة أبو أحمد الذبحاني يكتب ويقول البلاد ليست ناقصة اعقلوا يوظف الذي يشتيه بس ليش العمل القذر في ظل هذه الأزمة الحوالات إلى المناطق تحت سيطرة الحوثي يأخذ على كل مئة ألف عشر ألف حق الحوالة هذا التصرف الأرعن لا يخدم أحد وإنما يخدم أعداء اليمن واليمنيين ويخدم نفس الشركة شركة الكريمي إبراهيم الزويدي أظن كتب على نفس الموضوع وقال رفعت المصارف ومحلات التحويل النقدية رسوم عمولة التحويل النقدي من المحافظات المحررة إلى الواقعات تحت سيطرة الحوثي مصرف الكريمي بمدينة عدن بدأ اليوم الأحد فرض عشر بالمئة عمولة نقدية على كل عملية إيداع أو تحويل نقدي من عدن إلى المحافظات التي تخضع لسيطرات الميليشيات عبدو علي أيضن كتب على نفس الموضوع وقال لا يتصف مصرف الكريمي بالإنسانية وخدمة المجتمع وهم الوحيد كسب المال والمال فقط والاحتيال على المواطنين إلى تغريدة مصعب عفيف الذي كتب فيها تعثر صرف مرتبات الموظفين في الحديدة لأن مصرف الكريمي لم يستطع توفير سيولة والطبع الجديدة للعملة اليمنية ممنوعة في مناطق الحوثيين منعت تداول عملة شرعية وتشتد رواتب منهم هيا كملوا الزرة وصرفوا رواتب مش كفاية أنها بتقتل بدم بارد بتسلب وتنهب فلوس الناس وتتخلص من العملة الجديدة في العاصمة صنعها ومناطق صيدرتها وسحبها من السوق بل هددت بعقوبات صارمة بحق المخالفين سينتج عن هذا الوضع تفاقم كبير ولمعاناة الناس فالدليل على ذلك هو المنشورة التي تم تداولها وتمقراتها في هذا اليوم لننطلق سويا وإياكم إلى منمعات واي نت هناك الكثير من المواضيع التي تم كتابتها عبر الفيسبوك والتويتر ونبدأ من صفحة عبدالله الحضرمي ما يبدو هو أن الحرب على الحوثيين تتخذ أسلوب الحلاقة المراوغ مع رأس الأصلع يستطيع أن يكمله في أقل من عشر دقائق لكنه يظل يناور ويتنقل بين الخصلات المتبقية يقص هذا ويعود إلى تلك كأنه أمام رأس مكتمل الشعر رأينا كيف تمت عملية بالساحل الغربي خلال فترة وجيزة حتى وصلت القوات إلى المينة ثم طلب المجتمع الدولي التوقف هناك دول تترزق من رأس الحوثي ولهذا السبب لا بد من إطالة مدة حلاقته صالح البيضاني أيضا يكتب على نفس الموضوع ويقول اتفاق السويد تحول إلى حالة مستدامة من الجمود السياسي لم يرافقها أي هدنة حقيقية على الأرض حيث تحاول دول غربية في مقدمة بريطانيا تحول هذا الاتفاق لمقدمة تدخل دولي أوسع في الجمن عبدالكريم المدي أيضا كتب على نفس الموضوع وقال كل المعطيات والواقع يقولان أن أظافر إيران في المنطقة لم تقلم فحسب بل تنتزع هنا وتقطع يديها هناك لا تستعجلوا المسألة مسألة وقت والعالم العرب ملوا كثيرا من الهمجية والدموية الإيرانية وبشاعات ميليشياتها الشعوب رافضة لها وثائرة في وجهها وسيتلي بيان دفن هذا الإرهاب خلال هذا العام أيضا عبداللهب طواف كتب على نفس الموضوع وقال يطل علينا العام الجديد 2020 واليمن في تسارع إلى أدغال التشتت والتشرذم والضياع كتلة اليمن الجمهوري تترنح لصالح كل ما ليس له صلة باستعادة اليمن للأسف تم إضعاف الدولة اليمنية وأنصارها لصالح الحوثي وإيران اليمن بعد العراق وسوريا ولبنان لعل الله يحدث بعد ذلك أمره حسين شاجر إذن كتب وقال دوسوا كل الرايات والشعارات بأقدامكم ورفعوا فقط راية الجمهورية اليمنية تحية الجمهورية اليمنية عدنان الظلعي إذن كتب على الموضوع وقال يسوق الحوثيين أنفسهم على أنهم رعاة سلام مستغلين بذلك الجانب الإعلامي حتى أنهم يصخرون الألاف الإعلاميين من أجل شرعانة مشروعهم السلالي ونشره على أنه خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية ولذلك يجب علينا أن نقوم بتعريتهم وفضحيهم أمام الجميع وإزالة الغشاوة والعمل الذي أصاب الكثير عبد الناصر المملوح أيضا يكتب ويقول هستيريا قيادة الحوثة تجاه كلمة العميد طارق أمام دفع جديدة تخصص مدفعية نابعة من كونهم أكثر من يدرك ماذا تعني مدفعية حراسة الجمهورية فيصل الشبيب أيضا يكتب ويقول في مثل هذا اليوم قبل عام عبد الرزاق المؤيد يتسلم ميناء الحديدة من عبد الجبار الجرمونزي بحضور السيد باتريك بموجب اتفاق السويد المشؤوم الذي جاء لإطالة عمر الحوثي بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من السقوط بشير عبد الرحمن أيضا كتب وقال ما يقوم به الحوثيين من إجراءات عمق الكارثة الإنسانية هي من نصائح غريفة الوغد كي يتدخل ويفرض سلام باسم منعة الدهور الوضع الإنساني المطلوب الآن تحرق كل الجبهات والناس سيصبروا على الوضع لأن توقف الحرب عند الناس ألعن ألف مرة من الوضع اللي يعيشوه أنور الأشوال أيضا يكتب ويقول سيكتب التاريخ أن علي عبدالله صالح عنوان لشجاعة والتضحية والفداء عنوان للرجولة والشهامة والإباء عنوان للقيادة والدهاء عنوان للوطنية والوفاء أروني ماذا سيكتب التاريخ عن الغوغاء ومن غدر بعلي عبدالله صالح وباليمن أولئك الجبنة سيف الغربان أيضا يكتب بموضوع آخر ويقول اليوم هدد الحوثيين بضرب تسعة مواقع بلغة الأهمية في السعودية والإمارات الحوثي لا يمتلك أي إمكانات عسكرية ذاتية لشأن هجمات ضد الإمارات أو حتى في العمق السعودي الأهم من ينوي فعل شيء لن يقول لعدويه أنا جاي أقصفك انتبه بالتالي التهديد يحمل تفسيرا فقط إما أنه زوب على تحسين موقع الحوثي في المفاوضات مع السعودية أو أنه تبني مسبق لهجمات ستنطلق من مكان آخر حتى لا تكرر إيران خطأ أرامكو نبي الله صوفي أيضا يكتب في موضوع آخر ويقول القضاء السعودي يحكم بإعدام متطرف هاجم مصرحا واليمنيين يعيشون حالة صراع على الحلاقة والبلطوات والاحتفالات الرسمية والعالم كله يزحم على الرياض للاحتفال وعندنا عاد الحوثي يقول أنه ولي الله وأكفي من يفجر مقر منظمات الإغاثة إلى تغريدة يحيا أبو حاتم ونشوف إشقال فيها ما حصل في الظالع يجب أن يحاكم فيها القادة العسكريين للمنطقة العسكرية الرابعة والأحزمة الأمنية الذين لم يتصحضوا من عمليتين في العند وصلاح الدين ألا يعلموا أنهم في حالة الحرب يمنع تجمع داخل المسكرات والعروض العسكرية فما بالك بمنطقة حرب وتماس مباشرة مع الحوثيين إذن هذه كانت أبرز الموضوع المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي في فاصل قصير نكمل ما تبقى من فقرات وينت وبهذا مشاهدنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم نتمنى أن تكون قد نالت الاستحسان دمتم ودام الوطن بألف خير إلى المتقى اشتركوا في القناة